التطورات السريعة التي شهدتها توس خرماته من اشتباكات وعمال عنف دقت ناقص الخطر لدى القادة السياسيين أولى ردات الفعل كان أعلان رئيس الوزراح دل العبادي تشكيل خلية أزمة لاحتواء تداعيات الأحداث في القضاء والتي جاءت بعد صدور أوامر للقوات الأمنية بفرض الاستقرار ومنع التجاوز على أرواح ومتلكات المواطنين فيما دعا العباد القيادات السياسية والمحلية إلى التعاون وضبط النفس لاحتواء الأزمة وتأتي هذه التطورات السريعة في وقت أعلن مجلس التوس توقيع اتفاق بين الحجد التركوماني وقوات البشمركة على وقف إطلاق النار الذي خلف 15 قتيلا و55 جريحا وحرق وسرقة 60 محلا وأكثر من 100 منزل في القضاء كما تضمن الاتفاق تشكيل قوة مشتركة لمنع الخروق الأمنية تعمل بإشراف لجنة أمنية مشتركة تضم خمسة عضاء من كل مكون فضلا عن إطلاق سراح جميع المعتقلين من كل الطرفين وتشكيل لجان لجرد الأضرار والعمل على تعويضهم إلى جانب تقليم الجنات للمحاكم وفيما أكد قائم مقام القضاء عادة افتتاح طريق بغداد كاركوك عبر تسخورماتو أكدت حكومة صلاح الدين المحلية استمرار أعمال حرق المنازل والمحال في المناطق المشتركة بالسكن الكردي والتركوماني كالسوق الكبير والحي العسكري وبداية منطقة الجمهورية وحي زرقهري هذا وحذرت جهات سياسية من تداعيات هذه الأحداث حيث دعا رئيس مجلس النواب سليمة جبوري إلى عدم الإنجرار وراء الفتنة وضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الإنجرار وراء مخططات التقسيم التي تستهدف النسيج الاجتماعي المتماسك كما طالب العقلاء بتدخلي لحل الإشكالات التي شهدها تسخورماتو وإنهاء الأزمة بأسرع ما يمكن عبر الحوار المشتركة